موسيقى هدوء وسكينة في واحدة من أجمل بقاع العالم في السويسرا إلى أن يحين موعد مصابقة الغاطس القفز في الماء من فوق الجبال رياضة يمارسها قليلون في جميع أنحاء العالم وتحكمها قوانين صارمة لكل قفزة درجة بحسب عدد مرات الالتفاف والدوران في الهواء واستقامة الجسم عند الارتطام بالماء وها هي القفزة الفائزة لكن بالنسبة للفائز فالجائزة الذهبية هي الغطس في بيئة كتلك أنا معتاد على الغطس في حمامات السباحة المغلقة والمفتوحة وهما مختلفان ولكن هنا قطعة من الجنة أعتقد أننا محظولون بالغطس في بيئة كتلك قفزة الأعصاب كما يطلق عليها تتطلب تركيزا عاليا وأعصابا من حديد فأمام المتصابق ثلاث ثوان ما بين القفز والارتطام بالماء بسرعة ثمانين كيلو مترا في الساعة وبعد يوم من الإثارة تسترد المياه سكونها وتعود للمكان سكينته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر